بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بسأل فيها في الشوفوي مركز فيها في الشوفوي اللي هي أعرج سريعا على المقصود بأملاك الدولة إيه المقصود بالرسوم إيه المقصود بالضريمة طبعا دي نقاط أساسية مفروض يكون الطالب ألم بيها في مرحلة ليسانس ولكن للأسف حين بنسأل فيها في الشوفوي نجد بعض الطلاب ما عندهمش فكرة عنها فما ببقاش يعني أمر مقبول يعني أملاك الدولة الدولة عندها نوعين من الأملاك الشارع اللي انت بتمشي فيه فيه قدام الجامعة ده شارع الخليفة المأمون ده اسمه أملاك عامة للدولة لا تدر دخلا للدول ملكية عامة للمجتمع كله عشان كده تمشي خليفة المأمون يمينا يسارا براحة خلص دولة لا تحصل على مال مقابل استعمال هذه الطرق العام أملاك الدولة التي أقصدها هي التي تضارع الملكية الخاصة للأفراد كما يمتلك الأفراد عمارات سكنية يمكن الدولة أيضا يقول لها عمارات سكنية زي المشروع الأسمرات للدولة بتعملوا مشروع رائع وعظيم زي ما الأفراد عندهم أراضي زرعية ممكن الدولة يكون عندها أراضي زرعية في مناطق معينة زي مشروع المليون ونصف هدان اللي عايزة بتعملوا الدولة يبقى أول مصدر من مصادر إيرادات الدولة هو أملاك الدولة الخاصة بيسموها الدومين الخاص نفسي كل طالب فيه يبقى عارف عناصر الدومين الخاص هي أول حاجة الدومين العقاري وبعدين ثانيا الدومين الصناعي والتجاري ثالثا الدومين المالي اللي هي ملكية عقارية ملكية صناعية وتجارية ملكية مالية أنا أعيز العناصر الأساسية فقط الدومين العقاري عبارة عن الغابات اللي بتمتلكها الدولة الأراضي الزرعية اللي بتمتلكها الدولة دنين ثلاثة الأبنية سكنية اللي الدولة زي ما احنا بشوفها دلوقتي بتعمل مساكن تبتلكها وبتأجرها للناس لأغراض اجتماعية وخصصية رائع البند رقم أربعة في الدومين العقاري اللي هو المناجم والمحاجر طبعا دي في بعض الدول العربية تغنيها تماما عن فرض الضرع العنصر الثاني الدومين الصناعي والتجاري اللي هو زي الأفراد بالضوط ما عندها مرافق صناعية وتجارية أو محلات تجارية وصناعية الدولة الآن في ظل التدخل الدولة في كل مجالات الحياة في الاقتصاد المعاصف في كل دول العالم الدولة الآن تمتلك مرافق صناعية وتجارية تدرها وتستهدف الدولة من قيمها ببعض هذه المشروعات اعتبارين ممكن تقصد الدولة تحقيق اعتبار مالي وممكن الدولة يكون عندها اعتبار اقتصادي الهدف اقتصادي اللي احنا بنلاحظ احيانا النشاط الخاص لا يتجه احيانا للقيام ببعض المشروعات الى خلي القطاع الخاص يروح لمشروعات البحث العلي مشروعات مقاومة الفيضان وما شابه ذلك الدولة هي التي ينبغي ان تذهب اليها التمن اللي مرافق الدولة الصناعية والتجارية تبيع به اسمه الثمن العام نبقى نسأل في شافة قولنا تعريف الثمن العام تبقى تقول لدولة عندها مرافق صناع عندها دومين صناعي وتجاري السلع اللي بتباح من خلال الدومين الصناعي والتجاري اللي بتملكه الدولة اسمه الثمن العام العنصر الثالث من عناصر إرادات أملاك الدولة بعد الدومين العقاري الدومين الصناعي والتجاري الدومين المالي كما يمتلك الفرد العادي محفظة أوراق مالية تدر عليه ربحا الدولة شأنها شأن الأفراد تماما متصور جدا يبقى عندها محفظة أوراق مالية زاء خاصة بالدولة أحيانا يطالب فيك وبنسأله يعني هل لائق أن الدولة يبقى زيها زي الأفراد عندها محفظة أوراق مالية أيوان نقول أن الدولة بتذهب لهذا أحيانا لاعتبارات سياسية دي أول نقطة في المحاضرة التعريف بإرادات أملاك الدولة الخاصة اللي هي الدومين الخاص وقلت عناصر العناصر التلات النقطة التانية اللي أيضا المفروض تكون معروفة لكل طالب فيه وباعتباركم في دراساته العليا الرسوم برضو هاخد فيها العناصر الأساسية أيه تعريف الرسم؟ مبلغ نقدي كل الاقتصاد الحديثي يقوم على أساس استخدام النقود فما ينفعش تروح تعمل رخصة دلوقتي تدوم خمسة كيلو لحمة وخمسة كيلو رز طب الرز عادي ولا رز بسماتك ولا رز مش حاجات زي من هذا القبيل ما ينفعش يبقى الرسم مبلغ نقدي يدفع جبرا خلاص مدام تروح تتعمل رخصة تلاقي قرار وزير الداخلية الرخصة بمبلغ كذا الرقم القومي بمبلغ كذا يبقى يدفع جبرا عنصر المقابل في الرأس مهم جدا 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 انت معتدى على حقك فبترفع دعوة قضائية على أحد معي فبتدفع رسوم قضائية الرسوم القضائية يعود بسببها بسببها نفع خاص حقك بيرجعلك ويقترن به نفع عام استقرار المعاملات في المجتمع هذا معنى عنصر المقابل في الرأس منفع خاصة مقترنة بمنفع عام نقطة كمان جميلة في الرسوم مفروض نبقى عارفينها عشان ما حد فيك يبقى في لاجنة الفتوى والتشريع أو في أي مجال يبقى عارف إزاي نقدر الرسم أحيانا بعض الرسوم فيه ثلاث قواعد بتحكم تقدير الرسم أحيانا بعض الرسوم ينبغي أن يراعى فيها التناسب بين تكلفة الخدمة المؤدى وبين مبلغ الرسم المقابل له الدولة بتأدي له خدمة خمسين جنيه تاخد منها خمسين جنيه زي خدمة البريد على سبيل المسال أحيانا قد يكون تقدير الرسم أقل من نفقة الخدمة المقابلة له يعني الدولة بتقدم لك خدمة التطعيم بمئة جنيه ولكن تاخد منك عشرة جنيه حاجة رمزي أو بتقدم خدمة تعليمية بخمسمائة جنيه أو بألف جنيه وتاخد منك رسم رمزي هذا في الخدمات التي تبغي الدولة أن يستفيد منها كل الشعب أو يعود نفعها على كل الشعب القاعدة التالتة رائعة قد يقدر الرسم بحيث يكون مقداره أكبر من نفقة الخدمة المقابلة له العكس بقى من الحالة الماضية الدولة بتقدم خدمة في حدود مية تاخد منها خمسمية زي رسوم دخول بعض الشواطئ وبعض الأماكن الترفيهية بيبقى منطقي تماماً أن يكون ده مقبول أحياناً بنسأل في الشفوي تعرف تفرق بين الرسم والثمن العام آه الرسم الفرق الجوهري بينهم من أكتر من ناحية بالنسبة للمقابل بقيت حفظنها الرسم ومقابل منفعة خاصة مقترنة بمنفعة عامة أما الثمن العام أنا اللي بشتري بدلة من القطاع العامي باسمها منفعة خاصة من ناحية الإجبار أنت مش موجبر تشتري السلع من القطاع العام يبقى الثمن العام اختياري أنك تشتري أو ما تشتريش أما الرسم إجباري طالما تتعمل رخصة لازم تدفع الرسم جبراً كيفية تحديد كل منهما الرسم بتحدده القوانين واللوائح أما الثمن العام لو الدولة دخل على سبيل المنافسة يبقى يتحدد وفقها لقوى العرض والطالب لو الدولة محتاكرة إنتاج السلعة يبقى خلاص الدولة هي التي ستحتكر إنتاج وتحديد السمن العام ده خلصنا أول نقطة في المحاضرة وبركز فيها في الشفاء اللي هي تعريف أملاك الدولة الخاصة اللي هي دومين الخاص وتعريف الرسوم وقواعد تقديره والتمييز بين الرسم والثمن العام أعرج أيضاً على نقطة مهمة جداً وهي تعريف الضريبة تعريف الضريبة وهو أعمل برضو تمييز بينها وبين الرسم والثمن العام كله مفروض تكونوا عارفين الضريبة مبلغ من النقود طبعاً مصيرتها للإقتصاد الحديث زي ما قلت في حق الرسم أنها تدفع جبراً من مظاهر الجبر في الضريبة أنها تدفع أنها تقرر بقانون وسعرها لو هغيروا بقانون طرق الطعنة هغير فيها بقانون أي حاجة متعلقة بالضريبة تحدد بقانون تقنن بقانون تالت حاجة الضريبة تدفع مساهمة في التكاليف والأعباء العام أحيانا سألك أقول لك المقابل أي أن الرسم منفع خاصة زائد منفع عام أما في الضريبة بتدفع بدون مقابل ده أنا بتدفعها مساهمة في التكاليف والأعباء العام رابعاً أنها أحد مظاهر التضامن الاجتماعي يعني إيه مظاهر التضامن الاجتماعي إحنا نشوف دولة بتعمل كبار وبتعمل طرق وبتعمل خدمات علمية وصحيح ينشأ بين الأفراد نوع من التضامن الاجتماعي على إعانة الدولة على تحقيق أهدف أحياناً بنسأل في شفوه برضو تعرف تميز بين الضريبة والثمن العام الضريبة بتدفع جبراً أما الثمن العام بيدفع إيه اختياراً طب المقابل في الضريبة بدون مقابل مدفعها مساهمة في تكاليف والأعباء العام أما الثمن العام في نفع خاص برضو مقارنة بين الرسم والضريبة كلاهما يدفع نقد كلاهما يدفع جبراً ده واجه الشبه طب واجه الخلاف بقى الفكرة المقابل تاني في الرسم منفع خاصة ومنفع عام أما في الضريبة مساهمة في تكاليف والأعباء العام الضريبة بتدفع بقانون بكل أحكامها بقانون أما الرسوم بناء على قانون يعني يكفي قرار وزير الداخلية يكفي لائحة تصدم نزارة الداخلية عشان تحدد أسمان وهكذا هذه هي الفروق الجوهرية بين الرسم والتمن العام طبعاً كمان فرق جوهري جداً دايماً الرسم هدفه مالي أما الضريبة قد يكون لها هدف اقتصادي واجتماعي اكتفي بهذا القدر في هذه المحاضرة وهي أساسية جداً في الشفوي بسأل في هذه النقاط الأساسية الجوهرية لازم تقرأ من الكتاب بوضوح عشان أقدر أكمل بقية المحاضرات اللي هتنبني عليها شكراً جزيلاً إلى اللقاء سبحانه وتعالى هناخد نقطة أساسية وجوهرية دي بقى في التحرير من هنا ورايح هقولي التحرير إيه وشفوا إيه القاعدة دي المحاضرة دي تحريري وهي ذات شقية قواعد فرض الضريبة وهقولك النقطة الثانية في آخر المحاضر قواعد فرض الضريبة هي قواعد أساسية ينبغي أن ينتبه إليها كل من يقرر ضريبة أي حد مشرع لجنة الفاتوى تشريف مجلس الدول عايزة تعمل ضريبة زي الضريبة العقارية التي تقررت مؤخراً أو غيرها لازم يضع نصب عينيه حتى يكون مشرعاً ناجحاً أن يراعي هذه القواعد الأساسية يعز الفضل في تأسيسها يقال إلى الاقتصاد الشهير آدم اسميس وإن كان بعض المنصفين يقولون أن ابن خلدون قد سبقه في التأسيس لهذه القواعد أول قاعدة أساسية هي قاعدة العدالة الضريبية القاعدة الثانية هي قاعدة اليقين القاعدة الثالثة هي قاعدة الملاءمة القاعدة الرابعة هي قاعدة الاقتصاد في نفقات تحصيل الضريب خلينا نقول كل قاعدة أساسية والمطلوب من كل طالب فيكم في التحرير هذه القواعد الأساسية اللي أقولها أحياناً بيطيب لي أن نعمل مقارنة بالفكر الإسلامي لو حد فيكم عايز يثقف نفسه ليكتاب اسمه نمازج من الإعجاز العلمي في القرآن والسنة يبقى يبص عليها كده يشوف إزاي القرآن الكريم أو الفكر الاقتصادي الإسلامي عرف هذه القواعد الأساسية أما أنا يكفيني من كل طالب يبقى هو عارف جوهر هذه القواعد كما وضحها الاقتصاد الشهير آدم اسمه قاعدة العدالة الضريبية تلبي متطلبات متعددة اجتماعية اقتصادية مالية لازم قاعدة العدالة الضريبية تطبق وتراعى اعتباراً وانصياعاً لاعتبارات اجتماعية عدالة اجتماعية واقتصادية عشان ما حبطش المشروعات وأيضاً اعتبارات مالية إذن تمليها اعتبارات قانونية لازم قاعدة العدالة الضريبية قاعدة عامة لازم تسود العدالة في أي مجتمع إذن كيف يتحقق مفهوم العدالة الضريبية يتحقق مفهوم العدالة الضريبية إذا كانت الضريبة تدفع حسب المقدرة المالية لكل فرد بيسموه مبدأ القدرة على الدف بعبارة أجمل أما حد فيكم يجاوبني كده آخر سنة نقول لي بعبارة أجمل مراعاة المقدرة التكلفية لكل ممول على حدة حتى يتحقق معنى العدالة الضريبية ينبغي مراعاة العمومية المادية وأيضاً مراعاة العمومية الشخصية عمومية مادية طالما قررت أفرض الضرائب الضريبة العقارية على سبيل المثال على صف معين من العمارات يبقى تأسر الضريبة على كافة الأموال بدون استثناء تمام؟ وأيضاً العمومية الشخصية طالما قررت أفرض الضريبة على فئة معينة من الناس تأسر الضريبة على كل الناس أحياناً بسأل في الشفاوي طب إيه رأيك لو في في الأشخاص بأفرض الضريبة على كل الأشخاص بدون استثناء طب إيه رأيك لو أنا أعفيت بعض رجال السلكين الدبلوماسي والكنسولي هل هذا يعد خروجاً على العدالة والمسواة؟ طب فكروا فيها كده وحد فيكم يقرأها في الكتاب يشوف أن يكاتب إيه العمومية المادية نفس المنطق إن كل العمارات هتسرق عليها الضريبة طب في عمارة معينة مخصصة لبرامج الخير لبرامج الإحسان لتكافل وكرامة هل هذا يقدح في معنى العدالة والمسواة؟ أنا سيبكوا تقروها من الكتاب برضو عشان إيه ما نروحش للملازم قوي اللي بتبقى في إيدين الطلبة دي أنا واخد منها موقف عموماً يعني أيضاً في صدر تطبيق قاعدة العدالة والمسواة قيل أن حتى يتحقق مال على العدالة والمسواة ينبغي أن تفرض الضريبة بسعر نسبي سابت يعني كل الناس تدفع ضريبة بسعر 10% ثبت بالدليل العلمي أن السعر النسبي السابت لا يحقق العدالة والمسواة كافة التشريعات الضريبية المعاصرة الآن تعتمد على السعر التصاعدي كلما زاد الدخل كلما زاد الوعاء ارتفع سعر الضريب أصبح مسلماً به الآن حتى في القانون الضريبي المعاصر 91 لألفين وخمسة هناك عدة شرائح يزيد السعر فيها مع زيادة دخل الممول أو وعاء الضريب أيضاً إمعاناً في تحقيق معنى العدالة والمسواة النظم الضريبية المعاصرة الآن على ضرورة الاعتداد بالظروف الشخصية لازم تراعي الظروف الشخصية للممول القانون السابق كان بيراعي أو بيفرق بين الممول الأعزب والمتزوج والمتزوج ويعول أيها المنطقة تماماً ما جفرد الضريب أشوف هذا أعزب ولا متزوج ولا متزوج عنده أولاد أو بيعول الأب والأم ينبغي أن تراعى هذه الظروف الشخصية بعبارة أجمل حتى يتحقق معنى العدالة والمسواة ينبغي مراعاة الحد الأدنى للمعيش يحمد للمشرع الضريب المصري أنه يراعي ذلك كل فترة يعني كان بادئ بخمس تلاف جنيه وبعدين تمن تلاف جنيه وبعدين خمستاشر ألف جنيه وبعدين عشرين ألف جنيه إعفاء لكل ممول عند تطبيق الضريبة على الدخل لا شك أنها قاعدة لها قيمة علمية كبيرة ولكن هناك صعوبات خطيرة أمام تطبيق قاعدة العدالة والمسواة أحيانا صعب صعب أعرف العلاقة بين الدخل الحقيقي لممولين مختلفين أحيانا هذه القضية تحتاج لجهاز ضخم للوقوف على حقيقة الدخل الحقيقي للممولين على اختلاف ظروفه هذه أول قاعدة اسمها قاعدة العدالة والمسواة زي ما قلت لو حد فيك عايز يسقف نفسه يبقى يقرى الحكاية دي لو هو حد غاوي يعمل دراسة مقارنة طبعا الإسلام إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل الإمام بن كسير بيقول العدالة مع كل أحد وفي كل معاملة منها هذا المجال فضلاً أن الإسلام يأمر محص للزكاة بالحق وبالعدالة لازم يؤدي الحق والعدالة طبعا مراعاة الحد الأدنى للمعيشة في الإسلام روعة المفكر الفرنسي قال الإسلام أدم النظام الأمثل زي الآية في صورة البقرة ويسألون كماذا ينفقون كل العفو أول شرط في إخراج الزكاة النصاب لازم يكون عنده كفايته وبعد كده يخرج الزكاة للفقير والمسكين طبعا فيها كلام كتير أوي يكفيني هذا القدر القاعدة الثانية قاعدة اليقين قاعدة اليقين يعني أحكام الضريبة ينبغي أن تكون محددة وبوضوح شديد سعر الضريبة معاد الضريبة معاد دفع الضريبة طريقة الدفع مقدار ما يجب دفع كافة الأحكام المتعلقة بضريبة ينبغي أن تكون معلومة علم اليقين لدى الممول طبعا من منظور إسلامي أيضا المقادير الزكاة محددها السنة في منتهى الوضوح في منتهى الوضوح في الواكازة والنقود حتى الناس أهلين في الريف المصري يعرفوا القصة دي بوضوح شديد قاعدة الملاءمة في الدفع القاعدة رقم 3 القاعدة رقم 3 دي بتذكرني بمفكر فرنسي فيما أسكر غالبا يعني بصورة كبيرة اسمه جدميه قال إن الفكر الإسلامي أو النظام الإسلامي قدم النظام المالي الأمثل واستشهد بهذه القاعدة في قوله سبحانه وآتوا حقه يوم حصادي ده المفكر الفرنسي في مؤلف فرنسي والله ما يذكرني يعني أنا في زهن الآن العنوان بتاعه بس هعملوك إشارة له في الكتاب قاعدة الملاءمة في الدفع أن تكون موعيد تحصيل الضريبة وطريقة تحصيلها على نحو ملائم بالنسبة للممول الذي يقوم بدفعها الموظف الموظف بياخد مرتبه أول شهر أخد منه ضريبة على المرتبات أول شهر المشروع التجاري والصناعي له سنة مالية محددة في شهر محددة أخدها في هذا الشهر هذا معنى قاعدة الملاءمة يبقى فيه تلاؤم بينها معاد تحصيل الضريبة ومعاد حصول الممول على داخل لم بغي أن تكون على نحو ملائم لظروف الممول قلت الحضراتكم القاعدة من منظور الإسلامي في المتمثلة في قوله سبحانه وآتوا حقه يوم حصاد فالآية تدل على معاد تحصيل الزكاة في الزروع والثمار هو يوم الحصاد وطبعا فيه حديث لسيدنا صلى الله عليه وسلم الحب من الحب والبقر من البقر أيها أكثر ملائمة في تحصيل الزكاة القاعدة الأخيرة اسمها قاعدة الاقتصاد في نفقات التحصيل جوهر هذه القاعدة هو ضرورة الاقتصاد في نفقات الجباية بعبارة مبسطة للغاية أنا هاخد من منطقة زي منطقة ميداني العباسية هحصل منها على سبيل المثال مليون جنيه ضريبة مافردش ضريبة بإجراءات معقدة بحيث أصرف خمس تلاف جنيه على مليم آآ ألف جنيه ماينفعش يبقى ينبغي أن تفرض الضريبة بإجراءات سهلة وميسورة حتى لا تتكلف الإدارة الضريبية مبالغ ضخمة في سبيل تحصيل الضريبة طبعا نشاهد أحيانا للأسف الشديد تحصيل بعض الضرائب يحتاج إلى عدد كبير منوظفين يؤدي إلى عاقة الأنشطة الصناعية والتجارية في الدول بل أحيانا يؤدي إلى التهرب الضريبي طبعا من المنظور الإسلامي الإسلام رائع طبعا قاعدة الاقتصاد في الإسلام يؤسس لها نصوص قرآنية وأحريص لسيدنا صلى الله عليه وسلم فضلا عن منطق الزكاة منطق الزكاة نفسه تأخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم كان يرسل الصحابي رضي الله عنه عشان يحصل الزكاة يرجع بالرداء اللي هو لابسه فيسأل فين الزكاة لنتجبتها فين الحصيلة يقول ألم تسمعوا لقوله صلى الله عليه وسلم تأخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم في كل حي في منطقة في كل منطقة ده اللي أنا بنادي بي أحيانا مش بنادي بي أحيانا ينبغي أن ينادى به في كل وقت أنه يوجد للزكاة مؤسسة مؤسسة على غرار مصلحة الضرائب كده تأخذ الزكاة من الأغنياء فتردها على الفقراء هذه هي القواعد الأساسية لفرض الضريبة أي مشرع ناجح يحترم هذه القواعد ويطبقها على نحو علمي صحيح يؤدي إلى أن النظام الضريبي يؤتي أفضل الثمار وبقدر الإخلال في هذه القواعد بقدر ما يكون الإخفاق في أداء النظام الضريبي شكرا جزيلا وإلى لقاء قادم إن شاء الله شكرا جزيلا لحن دمي